السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال والأحوال أخواني الكرام اليوم عند درس أو نحكي فيديو سريع إن شاء الله تعالى يكون خفيف على قلوبكم أخواني الكرام هذا الفيديو يتضمن طرق جميلة للكشف عن المعادن وتكوين جهاز الكشف عن الذهب أو المعادن أخواني الكرام الحقيقة هاي يسأل في عن ناس الدوائر مختلفة راح أعرض لكم ياها طبعا يعني تعتمد على دائرة إرثال واحدة بس بسط طرق مختلفة بس جميع هاي الطرق لها عيوب حقيقة كل طريقة فيها عيب الآن راح حكي عيب كل طريقة عادة طريقة واحدة هي أفضل أطرق خلينا نشوف مع بعض ومنحكي عن أفضل طريقة بس خليكم معنا خطوة بخطوة وخلينا نشوف حسنات وسيئات كل طريقة الطريقة الأولى الطريقة الأولى بنعمل دائرة زي ما انتم شايفين خفيفة لطيفة بترانزيستور واحد مكثفين مقاومة واحدة بنشغل الدائرة ثلاثة نصف من ثلاثة يعني من ثلاثة نصف أربعة من ثلاثة إلى ستة فولد الحقيقة هاي الطريقة تعتمد إرسال إشارات رددية أو راديوية إلى ملف هذا الملف ليس متصل مع راديو وإنما الراديو أو أنتين الراديو أو هواء الراديو يوضع فوق الملف يوضع فوق الملف لالتقاط الموجة ترانزيستورات إخواني موجودة أمامكم في هذه الصورة بداء الترانزيستور المستخدم هذه البداء في جميع الدوائر الآن المكثفات المستخدمة الصغيرة هي ميت نانو اللي هي رقمها مية وأربعة وهي أيضا مستخدمة كمكثفات صغيرة في جميع الدوائر اللي رح نعرضها المكثف القطبي ميتين وعشرين ماكرو فراد أيضا موجود في جميع الدوائر الآن الآتية ومقاومة واحدة رح نستعمل عشر كيلو في هذه الدائرة أخواني أخواني كيرام المكثف القطبي فيه له بديل اللي هو أربعمية وسبعين ماكرو فراد رح يشتغل معنا إن شاء الله كويت لو حطيناه البداية ترانزيستورات ذكرناها وعند المكثف ميت نانو ممكن حط رقم مية وأربعة اللي هو عشر نانو نانو ورح يشتغل معنا في دائرة الإرسال بشكل واضح لكن ليس عشر نانو ليس هو البديل في جميع الدوائر اللحقة الآن شو عيب هاي الدائرة طبعا الدوائر عندنا كلها تقريبا ممكن نصل فيها إلى أكثر من متر ونصف تحت الأرض وعن تجربة الشخصية وقد نصل في بعضها إلى ثلاث أمتر أنا وصل مايا في الحد الأقصى طبعا مترين وثلاثين سنتي الآن هاي الطريقة اللي قدامنا شو عيبها هاي الطريقة قدامنا عيبها الوحيد أنه لازم نخلي الأنتين أو الهوائي قريب جدا من الملف حتى يستطيع التقاط الإشارة يعني الملف بكشف تحت الأرض وممكن يخترق لكن الأنتين الراديو لازم يكون قريب حتى يلتقط الإشارة بشكل واضح لذلك يعني نلجأ إلى طرق أخرى بربط الراديو مع هذه الدائرة بشكل مباشر أنا بحكي عن الطريقة الآن اللي هي بغير مباشر بشكل غير مباشر الراديو يكون مفصول على موجة أم هاي الطريقة اللي بدي أحكي فيها عن الراديو لكن في طرق أخرى بديلة حكينا عنها وفي لها أكثر من نوع خلينا منها الآن بحكي عن الطريقة الطريقة الثانية عنا بالفيديو اليوم للكشف عن المعادن الحقيقة هي طريقة حلوة كثير اللي هي مكونة من ثلاث ترانزستورات وأفو ميتر بهذه الطريقة طريقة التكوين للأفو ميتر واضحة قدامكم لكن لها عيب أيضا هذه الطريقة شو عيب هذه الطريقة عيبها هو أنه ما فيها أي صوت هاي الطريقة فقط لرؤية الإشارة عن طريقة الأفو ميتر طبعا ما كان ملفات عارفينه أنت أخواني اللي هو كويل 1 كويل 2 ملف صغير وملف كبير قبل شوي بالراديو استعمال طريقة الراديو وما فيش كويل 1 وكويل 2 في ملف واحد فقط لكن هون عنا ملف واحد وملف اثنين لكن سهلات وحكينا أكثر من مرة عن هذا الموضوع الطريقة الثالثة إذن عيب الطريقة الثانية هو عدم وجود صوت الطريقة الثالثة اللي هي قدامكم عنا بطاريتين رح نستخدم بها بطارية 12 وولت وبطارية 4.5 وولت تقريبا رح يكون بها 4 ترانزوستورات وجميع الدوائر عندنا طبعا بتميز بين المعادن حبينا نذكركم أنه الالتقاء بين النقطة X والنقطة Y عن طريق مقاومة قيمتها من 2 إلى 3 كيلو رح يعزز ويعمق عملية التمييز بين المعادن هاي شرحناها في فيديو سابق وإن شاء الله إذا بتكون نشرحها في فيديو لاحق ما عندي أي مشكلة لكن شو عيب هاي الطريقة اللي قدامنا عيب الطريقة هاي اللي قدامنا هو أنه الصوت مش واضحة كثير بالملفات الكبيرة يعني لما تستخدم ملف كبير الصوت بيكون فيه تشويش معاش الحال فهذا هو عيب هاي الطريقة الطريقة الرابعة اللي هي قدامنا الطريقة اللي استخدم فيها IC555 هاي الطريقة أخواني طريقة حلوة كثير الحقيقة لكن فيها أيضا عيب هذه الطريقة هذه الطريقة تعتمد IC555 في تكبير الصوت أمبليفيار يعني طبعا هاي الدائرة ليست آخر التعديل آخر التعديل يوجد حقيقة وهذا ضروري الرجل الرقم ثلاث يوجد فيها اللي هو مكثف قطبي قيمته عشر مايكرو فراد يربط بين الرجل الثلاث والسمعة ضروري هذا عشان الـ IC ما يحمى الآن تشكيل الدائرة واضح أي شيء مش واضح اسألوا احنا بتجاوبكم ان شاء الله تعالى اذا عيب هاي الطريقة الصوت حقيقة منخفض عيب هاي الطريقة الصوت منخفض طبعا بتجيب عمق حتى بتشتغل حتى مع الأعماق الكبيرة الطريقة الخامسة وصلنا إلى الطريقة الخامسة بالطريقة الخامسة بهاي الدائرة قدامكو الحقيقة يعني بنحط احنا بعد المقاومة 39 الثانية اللي قدامكو 30 كيلو بنحط اللي هو السماعات الرأس سماعات الرأس بدون قبل المقاومة بتوضع قبل المقاومة 10 كيلو اللي بالأخير اللي فوق على اليمين اللي انتوا شايفين هاي طبعا شايفين جاك قدامكو هذا يوضع مع الهاتف للي بده يشغل الهاتف مع هاي الطريقة على اساس يعطيكو فيه تطبيق اسمه سكوب هذا التطبيق يعطيكو صورة واضحة للإشارة وحلوة جدا جدا بالاضافة للسماعات الهاتف اللي بتنحط قبل 10 كيلو وتحت المقاومة قبل السالب قبل كلمة السالب اذا شايفينها يعني خلينا اكبرها شايفين المقاومة 10 كيلو قبلها وهون تحت المقاوم 39 مباشرة توضع سماعات الرأس به هاي الطريقة شو عايب هاي الطريقة عايبها زي ما عرفت انه ما فيها هو صوت الظاهر هي تشتغل فقط على سماعات الرأس لكن مش صوت عالي بنرجع للطريقة السادسة الاخيرة هاي الطريقة اللي انا احترمها واقدرها كثير كثير دائرة الكاشف الكاف النهائية زي ما تشايفينها مكتملة صوتها واضح تشتغل مع جميع الملفات بصوت واضح جدا ممكن نشغلها على الهاتف ايضا وممكن بدون الهاتف لكن صوتها واضح جدا هاي الطريقة اعتقد انها افضل الطرق ان شاء الله تكونوا سفدتم من هذا الفيديو نراكم على خير دائما لا تنسونا من دعم الفيديو الاشتراك في القناة ومتابعتنا دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته